سلام حبوباتي ان شاء الله هلقاكم في هادلا فيديو بخير على خير ان شاء الله تكونوا مهنين وبصحة جيدة ان شاء الله جيتكم فيديو اليوم فيديو كانت عندي عراضة بها ما بنتش عليكم هاد اليومين يعني كنت نحضر وكامل وهذا هو البنات وش وجدت لها حبيتنا وجد حلويات تقليدية درت عرايش درت كعيكعات درت سامسة ودرت الغريبية يعني البنات يقول لك جديد احبوا الاقديم لا تفرط فيه يعني كانت قاعدة بسيطة كما رأيت كتفو يعني اذا وش قدرت نوجد والغداء درت تربة بيضة درت سلطة باغية فيها يعني تقريبا كلش القرنون وكلش درت المتبل ودرت طبق جديد هو من فستع منسف منسف تا الفريقه والروز كما كتفو درتوا بوحت طريقة جديدة طريقة عصرية وشاركت معاكم البنات كامل هذا الاطباق بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله اليوم نوريكم كيف حضرت العراضة وش وجدت وش حطيت ومن بعد نشارك معاكم كامل الوصفات لاني صورتهم لكم على هذه البنات اللي غبت عليكم هاد اليومين سينو ما يغيبني عليكم ان شاء الله غير الخير هناك تشوفو حبيت اول حاجة اول حاجة ندير الغريبية الغريبية التقليدية ما نحبش نطبعها البنات نحب نديرها بهذا الشكل يعني تجي شبه وتفكرنا في في امات زمان في اماتنا وجداتنا يعني بصراحة البنات الغريبية كيف نديرها ونبدل فيها نعاود نعاود نولي الغريبية التقليدية هاد المكاربعة ونطلعوها على شكل الجبل يقول لك يا البنات جديد حبه والقديم لا تفرط فيه هكو تشوفو انا قدرت غلي كونتيتي صغيرة وشو نقولكم قدرتوا هاد الكمية صغيرة وعجبتني قلتوا باربي ان شاء الله هذا البولة البناتكي يلتبه كامل حلوة اللي خدمتها قلتوا باربي ان شاء الله يعني كتكون عندي عراضة ولا نعاود نشارك هذا الحساب ولا في البيت نقصها البنات الكمية بصراحة يعني دايما نحب نشارك معكم الحلويات نحب نشارك معكم حاجة جديدة بالصح انا كي يعني ما كانش بزاف الدار يعني احنا غير زود قصي صغير تقعد لي البناتكي ما نقري نمد ما نقري انا حاجتي ماشي ليا هكو تقعد لي يعني خسارة قلت نقول لي نشارك غير كونتيتي صغيرة هكو نشارك معكم جديد ونشارك معكم الوصفات اللي تحبوها مش غير حاجة ملحة ولا روتينات وحبيت نبدل اسم القناة قلت لكم بعد ندير لايف ونحكي لكم علىه اقترحوا معايا في هذه التعليقات اي اسم تحبوه نحو مطبخ ونحو روتينات ونحو يعني خيرو اللي هكو اسم يكون شباب يكون محتوى تاعو فيه كلش هنا كماراكو تشوفو شمخت الحاشو وخليتو ثاني يتعسل قطيتلو وقت وهنا الكعكعة التاعي ثاني شمختهم مع التشارك نفس لعبات لعبات ماجيك يجي دب فلفم يا البنات وشون قلكم يجي هايل هايل كماراكو تشوفو نشكل حبيبات على الكعكعات وحبيبات على التشارك انا تشارك من ديرلولاب وشون لوالو نحبو بهاذ الطريقة شوفو يجي شباب وتقريبا كيتوا وزنوهم يجوكم حبات كامل كيف كيف شويق وصيعد ابني يعني هنالبنات كانو عندي يوم ونص نهار ونص باش نوجد كامل هاذ الحلويات وطياب بديت هالبنات نوجد بالثلاثة مع العشية لاربعة ثاني يعني كملت نظفت داري وعلى بلكم اللبنات نشغل المكلة وتحطي يعني تحطي القصرة والضحكة الحلوة كل واحد يحط بوش عنده الجود بالموجود اهم حاجة تكون انضافة وهذيك الضحكة اللي تستقبل بيها ضيوفك صدقوني يعني الدنيا ما فيها خير من تدخلي عندك شو واحدة كيكون ما يضحكش زعفة انتي متحسي شرحك قالت انا بصراحة نبغي هكا كي نروح ضيفة ولا واحد يضحك فيه وجهي تسوى الدنيا ما فيها وهنا سكرت هذك تشارك والكعيكعات قلتلكم اللبنات هنشارك معكم الوصفة بالتفصيل هنه حندير لكم السامسة حبيت ندير حاجة تقليدية حاجة معسلة نحطها معلاتي اصلا نضيفة كانت صحبتي بوش نقول لك جوزنا واحد النهار بزاف شباب يعني نتمنى تعاودها في اقرب في اقرب فرصة ان شاء الله درت لها قلتلكم نبنات السامسة وهي متشربش الحليب على هذي هدرت قهوة ودرت اتي يعني السامسة كما رأيكم تشوفوا تشكيل تحات تشكيل تقليدي وجي هيلة في هذوك النبابل جي منفخه وش نقول لكم البنات يا والله واحدة ريحة تاع المظهر وانا كان عندي العغام تاع المظهر ايش كولي يلاحظوا بلي المظهر اللي انا انشروه مش يمليح ابار هذك تاع القسنطينيين المقطر كيلحق وقته البنات تقولولي احبيت نشري المظهر وحبيت نشري الماء الوقت المقطر شوفوا كيف شاوي انتفخ هنا يلاستيوس تاع السامسة لازم تقلوا بالحبة يعني تخدموا وتقلوا ليحكي تكونوا زوج خير باش هكا واحدة تخدم وواحدة تقليهم انا بصراحة كنت نخدم بالحبة بالزوج نغطي العبات تاعي ونروح نقليهم هكا باش يجوني منفخين وجوني كامل فيهم هذوك النبولات خلاصة البنات هنا سيبق وجدت هذوك ورح تنرقد هنا مع الصباح اول حاجة بديتها بديت نوجد سلطة فواكه كما راكو تشوفوا هنا راني نحمص اللوز بسكوية الاطباق تاعي كينلي فيهم اللوز هنا الفيونداشي بسكوية حندير طبق الاوزي حد الطبق رائع نقدروا نبدله احنا يا بلاست البوراك هنا عندي الجلبانة بنفس هذوك زيت تاع الحام كامل شوفوا البنات هذي هي الحشوة تاع الاوزي فيها اللوز وفيها فيونداشي فيها الروز وفيها الجلبانة اللي هي البازلاء هذا هو البنات انا بصراحة قلت لكم سورت لكم كامل اطباق وحدهم هنا راني ندير شتول بنات طبق الرائسي أجلت فيها هذا رولي وليت أعفيونداشي وفريكة ثاني جهائر بخيزونطابل عبلكم بلي الفريكة تحب اللحم ونكون طيبت ليلة من قبل ما رق اللحم باش كيندير هذو الطبق يجي يحبنين شوفوا البنات هنا نطفلكم باش تشوفوا تليفون ما شاء الله تبارك الرحمن ضاوي يهبل شوفوا هاذا هو البنات شاركا مسكرت عناد هم حبيبة تاع الكعكعات جاو هيلين جاو يدوب و يدوبوا في الفم حبيبة تاع الغريبيات تاني حطيتها في هاد البلاتو شتو هذيك القطو يعني تاع التشارك والكعكعات درتهم في هاداك بلاتو ميغواغ جاو شابين هنا يا الغريبيات تاعي حطيتها بهذا في هاد البلاتو بهذا الشكل حطيت لها برها كاعود تاع القرفة لديكوغ هنا كمال صالة ديفروي تاعي شوفوا البنات يقول لك يدو حدا ما تسفق هذو كامل هذك النهار تاع العراضة اللي راني نوجدهم هنه قوسيك نهبلني شوية وشو نقول لكم يعني دار حالة حالة ومبعدة تكره حد جارتي هو يبغي يروح اند الجارة كملت صالة ديفروي درت لها شوية داع القارس بش ميكحليش هذك البانان ومغروف تاع السكر ونحبش ندير بزها فدرت لها المزهر نديرها في بغت مونجي ونخليها هنه راني رايح ندير لافخص تاع اللي بنات شربة البيضة فيونده شتاحها يعني درت له شوية المتاع البصل بصراحة هذه شفتها عند مطبخ صبرينا يعني عندها بزاف من اللي دارت حاقت لكم باللي في الفلافاخس ما تديروش الحشو يعني البصل دير دي وغلي متاعه يش حالو ان نستعمل هذة طريقة هنه يا قليت راني نقلي الجاش تاعي باش نديرو في شربة ما حبيتش ندير الجوانح واللسة در حديت نديرها كافخاف بزيت تعطي البنة هنه يا حندير الفلون درت نصف الليتر تاعي بصراحة من درتش بزاف درتت ثلاثة تاعي بول واحد ليا وواحد للضيفة تاعي واي حاجة درتها خليت لحشية للزوج تاعي كيجا يعني من الخدمة كامل حطيت له كامل واش حضرت عاوت حطيت لبنة طابلة تانية للزوج هنه كمارا كنت شوفوا الفلون درتهم في هاد الفيغين هذة اول مرة نستعملهم كنت شاريتهم ديجا عندي واحدة مجوة عندي يوحدة لعشر شهور ولا تبنى شهور مني شاريتهم الجامي استعملت فيهم حطيتهم هنه يعني حنطي بروز تاعي عبلكم شوفوا درت بسمو لامستعان درت شوية سمن وشوية زيت هذة لاستش تحت حاماتي تقول لك باش الحبة تاع الروز تتفتح داري شوية سمن وشوية زيت درت عودت على القرفة درت سوج حبة تاع الهيل ودرت ورق الرند اللي هو يعني هذا ورق الغار نقليهم مليح مليح انا قلتلكم لبنات عندي المارق اللحم كون طيب تولينا من قبل يعني كان عندي العظام تاع الفخض تاع الخاروف من بعد طيبتهم يعني هكا باش نحتاج هذا كل مارق نطيب تبيه الفريكة طيب تبيه الروز هنا يا الروز نزيد له شوية تاع الملح ونغطيه هذا هو البنات شوفوا هذا الشكل تاع الروز شوفوا ما شاء الله كيف اشجا كل حبة وحدها على بالي باللي الفيديو يجيكم شوية طويل وكامل بس احبيت انشارك معكم هكا مقتطافات هنا يا عندي الفريكة عندي زوج كيسان ونص هذي هي البنات الفريكة ما هيش فريك وهي صح جي من القمح ينحوها خضرة من بعد يغلوها من بعد يحمصوها ويبسوها باش انت حصلوا على الفريكة يعني استقوني البنات فيها مراحل بزاف البنات يقولوا لي اذا الفريك تعنا ولا هي اللي عندنا طيبوها شرشم ما شي هي يعني عندها طقوس خاصة كيفاش باش تولي الفريكة هنا نفس طريقة درت شوية سمن وشوية زيد الفريكة البنة تحها كامل كي تتقلى تعطي وحد البنة وشا قلكم البنات ما شاء الله اشتهيتكم في الجنة ان شاء الله بالنسبة لهذا الفريكة ولا البرغول راهم يتباعوا البنات في السوبيرات الكبار يعني يتلقوهم ولا في المحلات السورية محلات تركية اكو ريح يتلقو كامل هاذ هاذ دوزان هنا شوفوا البنات نحاول كيفاش نقليها مليح مليح حتى تعطيني وحد اللون وحدة ريحة وحدة اللون كي تكون يتقليها ستقوني نكهات رائعة في الكوزينة هنا شتوني درزوج كيسان ونص هنا رايح ندير شوفوا البنات كل كاس ندير لكاس ونصف المرقة وانتو ما حسبوه والروز ندير كل كاس ندير لكاس وربعة الماء بس هنا الروز نقعه يعني نشمخه هنا قبل ما نكمل كامل توجه تاعي راح تحطيت الطباسة حطيت الحاجات اللي حبيت نحتاجهم هنا حبيت يعني ادي كوغ تاع طاول ليكون بلوب نواق بكي حتى حاجة جديدة شريتها كامل كانوا عندي من قبل خلاص هاد الماعن هنا كيما راك تشوفوا تعود لي المقطع تاع اللوز هنا اللوز عندي انا حنحمصه وقتلكم باش نستعمله للأوزي ونستعمله لديكوغ تاع الفريقة صدقوني البنات المكسرات يجو بزاف يعطوه ضوق ماشي بركنيز زينة يعطوه ضوق بزاف مليح ل قولولي للأطباق هنا يا عندي شوية سميد عجنتو سميد هكا واحدو عجنتو باش نديرو للمطلوع هنا يعني حنسجم لسالة تاعي بسارحة هنا شفو قبل ما نخلط لكم راح تنحيت كامل هذيك البيجاما وغسلتو كامل عبلكم ريحت للمكلة قلت باش هكا تكوني نضيفة قبل ناسك شوية كاش كوني باهية عرضتبتو يا رحي دركتو يا رحي خفيف خفيف لك حلو ما دركتو يا البنات هنا انا نعمر الأوزي تاعي يعني السرات الأوزي هكا يقولون لهم قلت لكم صورت لكم بعد نشارك معاكم كامل أطباق البنات هنا المتبل عندي البتنجل شويتو وقشرتو ودرت له شويتو شوية طحينة وشوية تاع الزباد اللي هو رايب شوية توم قلت لكم نحركهم مليح وندرهم هنا يدك تانيك صلاطة تاع الفلفل والطماطم عادي وهنا عندي صلاطة خيار بلبن صلاطة خيار بلبن اللي هو رايب تاعنا وفيها النعناع وفيها التوم والخيار تقطعي هكا كصغار قدمتهم فهذا طواجنت على الفخار جوتاني بزاف شبين البنات عاو طعب الوزي تاعي يعني طعب ما شاء الله اشتهيتكم البنات في الجنة والله ولو كان تكون قرب مني كامل نعرضكم بإذن الله لو كان صورة نقدر ندوقوكم والله كامل ندوقوكم ما نبخلوكمش هنا هذا كرولي تاع الفريقة شفو البنات راه طعب جا الشكل تاعوباهي كأول مرة يعني تجربة وعجبتني اخترى الجاية ندير الفريقة كمية كبيرة هكا بشي جيني يباين في النصم ليحنا قدمت في صحن تاع المنصف تاعي طبقة عروز ومبعد نزيد طبقة تاع الفريقة يعني هذا هو البنات كيفاش يتقدم ويديروا له هما نورمال مو باللحم ويكونوا اللحم تاعه ما شاء الله يعني هكا كونتيتي كبيرة انا قلت لكم درت بهذا الشكل يعني كتغيير كما راك تشوفوا هذي هي البنات سلطة تخيار بلبن هذي الشور باطعنا شوفوا كيفاش جات هذيك الافخاد فتفتهم قلت لكم بربي ان شاء الله الوصفات الكاملة حنشاركهم معاكم هكا ليحبي يستفادوا يعني يكونوا اطباقة جديدة عرمضان هنا لمتبل بتنجال هنا الاوزي قدمتوا بها الطريقة وسلطة يعني هذا وش درت الزراعة هذا وش قدرت تندير ونقول لها مرحبا بي كوفي يجعلها عامرة ان شاء الله دارو مرحبا بيك في اي وقت فرحتيني انا فرحتي قصي يعني جوزنا نهار بزاف باهي هذا هو البنات المطلوع كيفاش جاني ثاني جاني خفيف ما درت بزاف شدو كنتي كانت صغيرة درتها كغورسة مليحة وغورسة مواين ثاني حنشارككم مطلوع يعني بعد ما تعلمت له اللي كان يجيها المطلوع واعر نقول لكم باللي نقول لكم باللي حنجربهم معاكم في اقرب وقت يعني ندريكم اصلا حنبدالكم لبنات سلسلة رمضان اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يعني برببي ان شاء الله حنشارك معاكم وصفات قولولي انتو ما وشاكوا حبين وش الحاجة اللي كانت جيكم وعرا بإذن الله نجربها معاكم يعني القلب اللوز بزاف ناس حبوه بزاف ناس دعاولي الشربات بزاف يعني تلقات ناجح كبير في القناة ديالي بإذن الله ندريكم دوكزلابية ندريكم معسالات هدك هي البنات الشربة شتو كيفش جاجة بيضة مدرك لا بيض لا والو هذا هو البنات طبقة الفريقة تعنات يعني كيفش يجي جباهي انا تزين زينتو يعني بالجلبانة هو ما تزينش بالجلبانة قال لي الزوج تعي منين جبتي هذا حكاية على الجلبانة قلت لهكا بش نكسر الألوان هذا ما كان ما على باليش قلت لكم صح جاوه حدوظ مميز مميز والله ينتمنى هناك تجربوهم نزيد نقسم لكم البنات الأوزي هنا يا صاحبتي هي اللي راهي محبيتش نصور في الصحن التاعي هبلتها بسكينة هكا شوفوا البنات تصورت هي كانت تقسم باش يجيكم ساهل وتشوفوا كامل اطباق قدم عينيكم وتشوفوا واحد البنة وشو نقولكم رائعة هنا ايا تاني درت الماء درت فيها الشرائح تعليمون والنعناع هكا باش يتنكي هذا كل ما ويعطيلو ريحة شابة بعد ما تغضينا خصلت لماعين كما را كنت تعرفوا سكينة عاونتني رفتت معي لاتابلو كانت تحبت تغسل الماء نقولها والله ما يجو في كانت نغسلهم هنا ايا دي راكت البنات بعد ما كملت تغسلت الماء انا رحت عسلت صمصة ديالي هكا بشي يعطي لها يعني تقعد جديدة لحسل لازم يكون شوية دافية بسكوهية باردة هنا ايا هذا هو البنات درت حطيت سلاطة فواكه حطيت كل شو قاعدنا قلت لها كل شو قدمنا ونقعدو قلت لكم يا ما نشو بش الحليب هنا يا فهدت يرمو درت قهوة باش نقعد سخونة ودرناتاي هكا كانت البنات قاعدتنا يا محلة قاعدة ويا محلة القاعدة مع الحباب هذا هو البنات فيديو اليوم ونقول لكم تهل الله ولي بزفرحكم وما تنسونيش بليجة وما تنسوش تدعموني ونتلقاوا في فيديو جديد